سيداتي وسادة الأوكرانيون الأعزاء أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة أجريت الاجتماع الأمني سطافكا على المستوى العملية وهو الوضع على الجبهة الآن القادة العسكريون في مختلف الاتجاهات في الشرق والجنوب كما تقوم الجبهة الشمالية بمواجهة الجماعات التخريبية وتعزيز الحدود كان هناك أيضا مستوى استراتيجي من المفاوضات هذا العام وليس الدفاعية فقط إن أوكرانيا تحتاج إلى منظور طموح وعميق لذا فإن دولتنا هي التي كانت صاحبة المبادرة وليس العدو إن نهاية الحرب تعتمد على التصرفات الأوكرانية إن العالم يدعم أولئك الذين لديهم وجهة نظر وهذه المهمة الأساسية هي الحفاظ على المبادرة حتى تكون هناك فرصة لتصبح أقوى زيارة رسمية إلى سويسرا ومشاركة في منتدى داووس عقدت لقاءات جانبية بعد كل الاجتماعات والمفاوضات وكانت هناك لقاءات كثيرة جيدة ومفيدة أوروبا، أمريكا، أفريقيا، آسيا لقد تحدثنا مع جميع السياسيين ورجال الأعمال واليوم واصل المسؤولون الحكوميون عملهم في المنتدى لجذب المزيد من الفرص التجارية والتكنولوجية إلى أوكرانيا في قطاع الدفاع من المهم جداً أن لا نمثل فقط احتياجاتنا ولكن أيضاً احتياجات أوكرانيا وجنودنا والمجتمع بأكمله ونقوم به على الرغم من كل صعوبات الحرب فإننا نمثل قدرات أوكرانيا وما يمكننا القيام به لتعزيز الأمن المشترك في أوروبا وعقدت اجتماعاً منفصلاً مع وزير الدفاع نحن نستعد لمزيد من القوة والدعم لبلدنا اجتماع آخر مع ضباط الأجهزة الأمنية على وجه الخصوص مع رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا التقير الرئيسي يدور حول مواجهة المتعاونين وتدمير لوجستيات العدو وأنا ممتن لجهاز الأمن على النتائج الإيجابية بشكل منفصل فيما يتعلق بالصحفيين وعلى وجه الخصوص حقيقة مراقبة الصحفيين بدأ جهاز الأمن الأوكراني تحقيقاً وسيكشف كل الملابسات وأي ضغوطات على الصحفية أمر غير مقبول أود بشكل خاص أن أشير اليوم وأشكر جميع موظفين الذين يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للمساعدة بعد الضربات الروسية رجال الإنقاذ خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا الحكومات المحلية التي هي حقاً مع مجتمعاتها وشعبها كل طبيب أوكراني جميع العاملين في المجال الطبي المتطوعين كل من يساعد في منطقة خيرسون وزاباروجيا ومنطقة دونيتسك وسكان خط المواجهة والقرى الحدودية وخاركيف وضواحيها اليوم هجوم آخر شنته الطائرات الروسية على منطقة كوبيانسك حيث أصيب طفلان إحداهما صبي يبلغ من العمر عشر سنوات إصابة خطيرة جداً ومات شخص واحد جراء تلك الضربة لقد كانت ضربة روسية متعمدة تماماً بقنبلة جوية موجهة على إحدى قرى منطقة كوبيانسك كذلك خيرسون قصف شبه مستمر وللأسف هناك أيضاً جرحة وقتلة سنرد بالتأكيد على المحتلين ويرى الجميع أن إجاباتنا ملموسة حقاً بالنسبة لهم شكراً لكل من يهتم بأوكرانيا وشعبنا ودولتنا شكراً لكل من يدمر المحتل ويعمل على جعل روسيا تجيب على كل ما فعلته المجد لأوكرانيا شكراً للمشاهدة